السؤال بعد كده بيقول أنا بعاني منذ ثلاث شهور من وسواس الاستنجاء ده معناه أن الوسواس تطور يعني وسواس الاستنجاء في الغالب ما بيجيش مباشرة بيجي بعد سوابق وسواسية بقضي في الاستنجاء أقل شيء تلت ساعة في الاستنجاء بس مش الاستنجاء الوضوء مما تسبب في ألم في الظاهر والرقبة وسوق حالة النفسية وبكاء دايما وتأجيل لدخول الخلاء مما سبب لي مشكلة في الكلة ولا أريد أن أضطر لأخذ أدوية نفسية خاصة مع صغر سني 23 سنة بما تنصحني وهل فعلا يكفي غسل محل النجاسة مرة واحدة دون غسل ما حول الفرج والفخز وأرجو الدعاء بالشفاء العاجل من كل مرضين وشكرا لحضرتك أنا يا ستي أنا عايز أقول لحضرتك أولا أنت في الحالة بتاعتك دي يجب عليك أن أنت تغسل الموضع مرة واحدة بس ولو عملت حاجة أكثر من كده ممكن تقع في الاسم فعلى طول أعملها مرة واحدة ولا تستجيب لهذا الوسواس بنصحك بإيه بقى؟ بنصحك بشوية أمور أول حاجة أن أنت تمتنعي عن الاستجابة للنفس واتطنش الكلام ده خالص التناشي هنا واجب الحاجة الثانية أن أنت ببساطة خالص تغيري برنامج حياتك تعملي حيات جديدة وما تستسلميش لهذا الوسواس تغيري برنامج حياتك الحاجة الثالثة أن أنت تدعي ربنا مش تذكري ربنا في أثناء الوسواس لأن في بعض الأحيين بعض الأذكار لما ربطها بالوسواس بتجيب الأذكار دي هي اللي بتجيب لنا الوسواس لها إدعي كثيرا بعيدا عن الوسواس وتحسي لما تدخلي كده على الوسواس دخلها بمدد ربنا سبحانه وتعالى بس أنا عندي حاجة مهمة قوي أنت لازم تروحي والأدوية بالعكس أنت لما تاخد الأدوية وانت صغيرة الأمر يخلص ويعدي ولما أنت بتقول لي 3 شهر نلحق المسألة قبل ما تستفعل بالعكس أنا شاف أن أنت لما تاخد الأدوية لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل لداء إلا وأنزل له دواء وعلى فكرة الأدوية تغيرت والأدوية بقت مختلفة عن زمان زمان كانت الأثار الجانبية للأدوية شديدة الآن لأ فأنت لو بتقول لي أنصحك بإيه روحي وخذ الدواء ولما تروحي وتاخد الدواء ده هنقدر نتجاوز ده بشكل سريع إنما لو أصرتي على ده هنروح ناخد الدواء بس بعد ما مدة ويكون الأثار مش أحسن حاجة فنصحتي ليكي روحي وخذ الدواء لأن أنت طلبت مني النصيحة ودواء مش هيعملك أثر سيء ده بالعكس هيخليكي تتجاوزي ده لأن في الحقيقة اللي أنت بتحكيه ده بعد شوية ممكن يحول حياتك إلى ألام مبرحة اللي أنت بتتكلمي عنه ده أنت بتتكلمي عن دلقتي عن ألام في الظهر وألام عند حضرتك الألام دي ممكن تتحول إلى ألام مبرحة وعشان كده أنا بنصحك أني بلاش بلاش التفريط في مسألة أن أنت ما تخديش الدواء وأعملي بالنصيح اللي أنا أقولتها لحضرتك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كريمك ويفتح عليكي ويجعلك إن شاء الله في الصالحين إحنا نعرض أتكلمنا في جليس أهو أثار واضح كثير جليس أن المساءل تبقى تحت السيطرة عايزة تسيطر على النجاسة لا النجاسة دي فيها جزء في التطهر من النجاسة بيننا وبين علاقة بربنا خلاص اغسل الأمر ده مرة واحدة والله سبحانه وتعالى كريم ويقبلك مش لازم يعني أتيقن طيب أنت هتتيقني لا الموسوس ما بيتتيقنش فنغسل مرة واحدة وخلاص فعشان كده إن إحنا نعيش تحت السيطرة بتفتح علينا الاسواسة إن إحنا نعيش تحت السيطرة بتخلي الأصوات ما تسكتش في دماغنا إن إحنا نعيش تحت السيطرة هتفتح علينا كمان الحساسية لكن الحل الوحيد إحنا مش محتاجين سيطرة لإن إحنا أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير وإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على ما يشاء قدير تعالوا لنا يا ربنا ونقول لنا يا سيدي يا من أنت أعلم بما يصلح قلبي وحالي أسألك يا مولانا أن تكشف عن قلبي أو حالي حتى أراك وأنت تصلح حالي وتجعلني يا رب أعيش معك بيقيني لا بخيالي يا رب العالمين يا مجيب السائلين علمني الأدب معك واجعلني من المحبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين